بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان عبر وآيات حوات نورا أطل على الجنات هي سلوة للمؤمنين تلك الحكاية الطاهرات فيها الأمان سافرات حقا بصدق المعجزات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكاية ومغزى قصة حكاها لنا القرآن في الجزء السادس عشر قصة إبراهيم عليه السلام سنعرف عن تفاصيلها ونبحث عن مغزاها في ثنايا هذه الحلقة ولد إبراهيم عليه السلام من أب مشرك كافر بالله عز وجل فعاش إبراهيم عليه السلام في صغره مع أبيه وفي تربة أبيه فكان ينظر إلى أبيه وهو صغير يرى أبيه يصنع الأصنام ثم يبيعها ويعبد هذه الأصنام ولكن فطرة إبراهيم عليه السلام كانت سليمة كبر إبراهيم صلى الله عليه وسلم فلما رأى ملكوت السماوات والأرضين والنجوم والكواكب والشمس والقمر علم أن هذا الملك كله لا يقدر على خلقه أحد إلا الله تبارك وتعالى فآمن بالله فأتى يوما عند أبيه فقال يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي لا تعبد الأصنام يا أبتي أعبد الرحمن يا أبتي واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آليتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلن اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا بعد أن سمعنا منكم مشكورين على عرض قصة سيدنا إبراهيم ودنا نقف معكم على المغزى والمقصد من هذه القصة حتى فعلا نتعايش أكثر مع الآيات وترتيبنا لها في هذه الأيام المباركات والله يا أبو حسين لو مغازينة لهذه الحلقة بس بنستخرجها من كلمة يا أبتي يا أبتي ما تكفي سلام عليك شوف كيف نداءه لأبيه يا أبتي التلطف التودد ورغم أنه جاي يكلمه في موضوع موضوع خلقت من أجلها الدنيا مدار السعادة في الدنيا والآخر على هذا الأمر التوحيد وجاي يكلم أبوه في شرك في أمر عظيم قال يا أبتي تودد تلطف مع هذا الأب رغم شركه وكفره إلا أن إبراهيم عليه السلام كان يتودد مع أبيه بأجمل العبارات وألطفها ويناديه يا أبتي هذا النداء الجميل والله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم وقال وقل لهما قولا كريما وهذا من القول الكريم يا أخي أقل القليل أكرم والديك بالكلام الجميل على ما يقول أخوي الشيخ نايف يا أبتي هل تعلمون أن هذا البر انتقل من إبراهيم إلى إسماعيل في نفس الكلمة إبراهيم قال لأبيه يا أبتي فأعادها له إسماعيل لما رأى رؤية إبراهيم إني أرى في المنامي أني أذبحك ما قال إسماعيل يا أبتي قال أفعل ما تؤمر قال يا أبتي افعل ما شوف نفس اللغضة أي شيء أي شيء تفعل مع أبوك مع أمك ستجد أبنائك يفعلونه معك يعني معلش في هذا الزمن تجد من يسمي أبوه الشاي العجيز في البيت على أمه ولا حتى في أسماء في الجوال وطبعا أننا تعرف الألفاظ هذه على حسب سياقها وعلى حسب ثقافة المجتمع أين سبحان الله من المغازي يا أخواني يعني على كلام الشباب أعظم بر يقدم للوالدين أن تعينهم على طاعة الله الله أعظم بر أن تعينهم على أمور دينهم أن تعلموا دينه تعلموا يعني الأمور والآيات وتصبر على يعني ربما حتى بعض الأباء والأمهات يعني ربما ينهر الأب الأب أو البنت كون في شدة يعني يقول ما بيقال أنت تعلمنا يعني تلاحظون أن الآن صح؟ في طريقة يعني وشع صدرك وهدي طريقة معينة يعني يعني يبر الإبن فيها أبوه في يعني رفع إيمانياته مثلا أو تعليمه شيء من أمور الدين كما كان إيش إبراهيم يا أبو عليه السلام يعني يدل أبوه على التوحيد طيب إبراهيم من فين تعلم هذا التوحيد الله من فين جاله التوحيد إخواني إبراهيم عليه السلام جاء في قلبه التوحيد والإيمان بالله عز وجل بمجرد ما أن تأمل وتفكر في هذا الكون فكل ما هو على هذه الأرض وتحت هذه السماء وفي هذا الكون الفسيح يدل على الله الله ويدل على وحدانية الله جل في علا لذلك إبراهيم عليه السلام تعرف على الله بمجرد ما أن تأمل وتفكر في هذا الكون الفسيح إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين لذلك قال الله عز وجل وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نُرِيه فتعرف النجم فعلم أن الله عز وجل هو الذي خلقها فلذلك استخدم مع أبوه سلوب سلوب العقل يا أبتي لما تحبد ما لا يسمع الله ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي ويتلطف ويعيد يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذابه من الرحل يا أبتي وهذا الأسلوب هذا الأسلوب سلوب الحوار والنقاش والأسلوب العقلي نحتاج أن نستخدمه مع أصحاب الشبهات من وقعه في الكفر وفي الشرك وبعده عن هذا الدين ممكن لو جيت تتحدثه بآيات الله وبحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم هو ما يؤمن بهذا الأمر عنده بعض الشبهات تحتاج إلى ماذا تحتاج إلى ما أمرنا الله عز وجل به وجادلهم بالتي هي أحسن حتى المجادلة لما تجي تناقش وتحاور لا بد أن يكون هناك حسنة ويكون هناك أخلاق ونقاش بأدب حتى يقتنع من هو ومعه شيخ ابو نايف ابو تميم عفوا اللي هو القضية مغزى الصبر كيف يعني الموضوع نحن للأسف من تحديات نحن نواجهها نحن نبي النتيجة بسرعة يا صلاة بشر صار أنت عليك الآن أول قضية إن عليك إلا البلاء فلنصبر ولو تلاحظ إيش كان الرد فعل أبو إبراهيم عليه السلام راغب أنت لأ إلا تنتهي مع هذا والتلطف كان يتلطف مع لأ إلا أرجمنك وهجرني مليا إيش قال إبراهيم قال الشرع علي أنه أنا جاء لا سلام عليك الله سأستغفر لك ربي حتى لو وجدت من أبيك ولو كان مشرك ولو كان حتى يعني مؤمن بس يقصو عليك تلطف في مغزى عجيب يا أخواني إذا كان يعني البيئة أو المحيط أو مثلا الوالدين يضروك في دينك ويحاولون نسأل الله العافية والسلام أن يردوك عن دينك أغلى ما عندك دينك لأن الله عز وجل أعز من كل شيء الله عز وجل يقول على لسان إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي نختم معك وتمين والله كلمة الاعتزال هذه اعتزلهم ما في شيء في الدنيا هذه تقدم على رضوان الله عز وجل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولذلك حتى سبحان الله حتى لو كان بينك وبين الوالدين فرق في الدين أنت مسلم وهم كفرة تعتزلهم وتترك دينهم لكن ما تترك برهما نعم وصاحب دنيا وشاهد أنه ستبقى معهم ولكودهم وصاحبهما في الدنيا معروفة ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء آية استوقفتني في هذا الجزء العظيم في الدنيا ربما ينتقل الإنسان من بيت إلى آخر ومن منزل إلى آخر أما إذا دخل المسلمون أو المؤمنون جنات الخلود فإنهم لا يبغون عنها حولا قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا آية تؤثر في قلبي وهي تبين أننا في يوم من الأيام سنعبر من فوق جهنم يقول تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا تقول النبي صلى الله عليه وسلم فناج مسلم ومكردس في جهنم هذه هي الآيات التي استوقفتهم يوم أنت شاهدنا الآن ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء شاركنا الآن عبر هاشتاغ حكاية ومغزة بهذا عزاء المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حكاية ومغزة نلقاكم قريبا في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر